تحلم الإنجليزية إلى عدة طرق طريقة التدريبية تخليك أنه أنت تستوعبها بشكل بسيط ولكن أيضاً تفهمها تستوعبها وتبقى في مخك بدرجة كتير كبيرة اليوم سوف أفرشيك كيف أنت بنفسك تتعلم الترجم من العربي للإنجليزي من الإنجليزي للعربي بشكل بسيط بدون ما تتعلم كسدك رأسك بالغرامر ولا بالمفردات يانا نشوف مع بعض صلي على النبي وتبسم لأن النبي تبسم حباب قلبي أسود إنجليش والسبير أهلاً وسهلاً فيكم مشتركين الجدد لا تنسى تشترك معنا في القناة لي مزيد من الدروس بالطريقة التدريبية كيف ندربك اللغة الإنجليزية الدرس الماضي أعطيتكم درس جميل جداً لم يكن علي تفاعل رهيب خمس أسئلة أعطيتك إياهم جمل باللغة العربية وقلت لك هل تنترجمهم من بعض؟ فرجيتك كيف نترجمهم ومبسطتوا عليهم والطريقة هذه أنا مقتنع مليونين بالمئة أنها أفضل طريقة اليوم تتعلم أي لغة في العالم اليوم الحلقة الثانية مثل العادة برضو بالجمل بالعربية رح أصر أعطيك بالعربية ونشوف كيف تتعلم يتصيغ هذه بالإنجليزية أغلب الجمل اللي بعطي لك إياها أو كلها هي من جمل بحياتنا اليومية بعضكم كتب لي إياها وغلط فيها فأنا بأبدأ فيها هنظن مستمرين بهذه السلسلة شون تعلم تقرأ وتحفظ وترجم وتعرف معالي كلمات جاهزين يلا مع بعض الجملة رقم واحد وفي الآخرة ما نخلص بديك تعطيني لايك للفيديو وتكتب لي بتعليقها تجيبت من خمسة يعني هما خمس أسئلة بديك تقول لي كم شي واحد صح جوابك جاهزين يلا الجملة الأولى بتقول أول واحدة بنقول بالعربي كيف تقولها بالإنجليزي أنا أستطيع مساعدتك في هذا الموضوع أو هذه المهمة أنا أستطيع مساعدتك بهذا الموضوع كيف أقولها بالإنجليزي تعالنا نشوف ايش قلنا أنا أستطيع خدناها المرة ما نقول I can بتشوف كلمة can أنا أستطيع زي الأسر بتقول I can أنا أستطيع أستطيع مساعدتك يعني إيش I can طيب مساعدتك قلناها إذن أنا أستطيع مساعدتك تحفظها زي اسمك I can help you برافو عليك I can help you أستطيع مساعدتك بوم الشقة الأهم من الجملة تعالنا نشوف الشقة الثانية هو بسيط في هذا الموضوع أما بنقول In this subject In this task In this matter In this issue إلى آخره إذن أنا أستطيع مساعدتك بهذا الموضوع I can help you In this matter On this subject On this problem On this task I can Help you أنا أستطيع مساعدتك بوم اللي حال الصحي أعطي حل الدرجة تعالنا نشوف الجملة الثانية برده بالعرفة دعاك تركز معي زي الأسد الجملة بتقول أنا وهذه كتير منكم كتب لي إياها لما قلنا ميدوا شارك معي في الورش وكتبوها غلط أنا أريد المشاركة معكم لو سمحت هايها أعطي لك إياها خالد أنا أريد المشاركة معكم لو سمحت كيف بقول أنا أريد المشاركة معكم لو سمحت إيش بقول كيف بقول لما بدي أطلب دائما بشكل طلب وبدي أقوله بأدب بقول برافو عليك اللي قاعد هنا برافو بقول I would like أنا حابب لو سمحت أنا أشارك معكم أنا أريد بس بأدب بتقول I would like I would like to participate إيش يعني participate يشارك أو حتى كمان يساهم I would like to participate with you please I would like to participate with you معاكم please إذن أنا أريد المشاركة I would like to participate طمم كنت أقول I want to participate أين؟ صح أنا أريد معناها في الأصل I want I want to participate بس درجة أعلى في الأدب بقول I would like بدل I want بقول I would like أرقى إذن إما بتقول I would like to participate with you أو بتقول I want to participate with you تفقنا؟ واضح؟ تعالا نروح على الجملة رقم ثلاثة ركز معي زي الأسد الجملة بتقول عبارة عن سؤال كيف يمكنني المشاركة معكم؟ كيف أقدر أشارك معكم؟ كيف يمكنني المشاركة معكم؟ كيف أقولها بالإنجليزي؟ كيف؟ إيش يعني كيف؟ how فرهب عليك how يمكنني can I إذن how can I أوعى أشوف واحد حط الضمير قبل كان بدبحك دبح بنقول how can I how do you how does she أوعى تحط الضمير قبل كان ودو وضضف الأفحة المساعدة دائما نبعد إذن كيف يمكنني how can I how can I إيش؟ كيف يمكن المشاركة؟ نقول how can I participate with you how can I participate with you كيف يمكن المشاركة معكم؟ كيف يمكنني how can I المشاركة to participate how can I participate فعش تقول ما تقول how I can to participate نو خلص هو الدمير موجود how can I participate with you بوم سهلة نأخذ الجملة القبل الأخيرة دقم أربعة ركز معي زي الأسد عشانا شوف من يجيب علامة عالية الجملة بتقول برضو سؤال مشابه للسؤال التالي إيش السؤال؟ هل يمكنني الانضمام إليكم أو إلى الجروب هل يمكنني الانضمام إليكم أو بدل إليكم الحط لي جروب هل يمكنني الانضمام إليكم؟ كيف بقول هل يمكنني؟ قلناها لسه توفي السؤال التالي في المركز معايا منقول can I join هل يمكنني الانضمام؟ can I join you أو can I join the group please صحرة جدا إذن أنا بتعلم كل كلمة بتعرف معناه وعرف كيف صفتهم can I join you can I join your course can I join you مش عارف إيه سهلة can I هل يمكنني؟ انتفقنا؟ إذن هل يمكنني الانضمام إلي المجموعة أو إليكم can I join the group نحن نروح لسؤال أخير وشوف من بيجاوبه صح 100% سؤال بيقول تركز معايا سوف أشارك معك بعض الأفكار سوف أشارك معك بعض الأفكار هذه كلها الجمل لما قلت لكم لماذا بدك تشارك معي في الورشة كيف بترجمة هذه بالانجليزي؟ كيف بقول سوف أشارك معك بعض الأفكار سوف ماذا يعني؟ علي صوتك برافو will سوف أنا سوف I will share ماذا يعني share؟ يشارك مثل share الفيسبوك اللي كنا نعمل له share للمهار I will share في المستقبل will يشارك معانا ماذا؟ يشارك يشاركك معلوم مش يشارك participate اه بنقول I will share with you some ideas هو تقول لي I will share you غلط I will share you فعش هو منشور فيسوك إذا تشارك إذا تشارك أو إذا تشارك أو إذا تشارك لا I will share with you معاك سوف أتبادل معك بعض الأفكار سيكون أنك تقولها بالفصحة بعد طريقة I will share with you some ideas بعض الأفراد بوم خمس جمل مستعملين بحياتنا اليومية الشاطر بدل الجملة بيكتب عليها عشرين مية ألف بيزبط وضعه دفتر وقلم بيأخذ دقيقة الآن بعد أن أسكن الفيديو براجع الخمس زمل بلاقي حلو زي الأسد تطورت هذه السلسلة غصبا عن شطانك بتعلمك الإنجليزي إذا على الأقل على الأقل مش هقولك راجعت بعد الفيديو على الأقل شفت الفيديو معي إلى الآخر وركزت فيه بتعطيني درجتك قديش من خمسة بتعليف لايك للفيديو دعوة حلوة وانتظنوا بامتحان جديد على نفس المستوى باي باي